نظمت وزارة الداخلية بتنصيق مع الاتحادين المصري والدولي للفروسية والهيئة العامة للخدمات البيطارية قامت بتنظيم البطولة الدولية لقفز الموانع بوادي الفروسية للشرطة وذلك بمنطقة عين الصيرة بمشاركة 175 فارسا وفارسة من عدد من الدول العربية والأجنبية تتواصل على ملاعب وادي الفروسية فعاليات البطولة الدولية لقفز الموانع والتي يصطدفها الوادي على مدار سلاثة أيام بمشاركة 175 فارسا وفارسة من عدد من الدول العربية والأجنبية بالتنصيق مع الاتحادين المصري والدولي للفروسية حيث وفرت وزارة الداخلية كافة مقاومات النجاح للبطولة مقاييس ملاعب الوادي العالمية ساهمت في إبراز مهارات الفرسان وستإشاد منهم لجودة الملاعب والإمكانيات التي يتمتع بها الوادي وإطلالته الساحرة على بحيرة عين الحياة والتي تؤهله لاستضافة كافة بطولات الفروسية محليا ودوليا الهيئة البطولة نجحة نجاحها كبير جدا والتنظيم الذي تم تم على أعلى مستوى وأنا شفت بطولات كثير ده واللي هي بخارج مصر أنا شاف إننا منكم مثلهم فإحنا أحسن منهم المجهود الاتعامل والدعم الذي تم من وزارة الداخلية ومن وزارة الشباب والرياضة لإنجاح البطولة ودعم المحمود ومشكور جدا من جنبنا هذا هو الأولى في أجل أن أتواج إلى إيجيب وقد كانت مجموعة مجموعة ومعرفة إلى تعرفة كلمة ومعرفة جميعا ومعرفة جميعا أحبت هذا المكان ومعرفة جدا ومعرفة جدا ومعرفة جميعا يوجد سوء مجموعة يمكنك تفعل عملية بطولات الفروسية ومعرفة جميعا صراحة البطولة الأراضي كويسة جدا والستبلات والبطولة منظمة يعني أكثر من أي بطولة عملت قبل كده السدود كويسة والبوستيز اللي فقدت لها حتى طبعا شكلها حلوة قوي يعني بترهل الناس ترتيبات تنظيمية دقيقة بكافة جوانب الوادي للخروج بالمظهر اللائق بمصر ومكانتها الكبيرة في رياضة الفروسية وحضور جماهري من مختلف الفئات للاستمتاع بالأجواء التنافسية النهاردة كانت البطولة ومشاء الله مقهزة تجهيز عالمي وكانت يعني مش نقصة حاجة مكان نفس المكان جميل الملاعب كلها مقهزة تجهيز عالمي صراحة أنا مباهر باللي صاير يعني تواصلت المنافسات ليلا ونهارا خاصة مع وجود منظمة إضاءة متطورة لإضاءة الملاعب ليلا فاضلا عن توفير استابلات لإقامة الخيول وتوفير الرعاية البيطرية لها كما يضم الوادي فندق خاص لإقامة الفرسان وهو ما يعطي الفرسة لهم لمزيد من التدريب والاستعداد بطولة هنا في الوادي الفرسية مبهرة حاجة عظيمة حاجة تشرف في مصر تنظيم فوق الممتاز من قوتين وإيواء خيل وأراضي ملاعب سدود أعداد الجو العام كله طبعاً كويس جداً وده سعيدنا إن إحنا فعلاً نركز ونحقق نتائج الحمد لله بطولة ما شاء الله حلوة كتير الفاسينتي في الاستابل نادي نادي كله يعني بنافس بطولات أوروبا أنا النهاردة جيت أتفرج على البطولة الدولية في ودي الفرسية بصراحة المكان حلو جداً ومجهز للبطولة وفي ناس كتير جاية من بره وادي الفرسية إحدى القلاع الرياضية التي هيأتها وطورتها وزارة الداخلية لاحتضان المنافسات الدولية والمحلية في رياضة الفرسية خاصة مع حرص الدولة على الارتقاء بهذه الرياضة وتوفير المقاومات الإنشائية واللوجستية للمرود بها وادي الفرسية إضافة حقيقية لرياضة الفرسية في مصر خاصة بعد أن قامت وزارة الداخلية بتطويره ليصبح ذو مقاييس عالمية وعلى استعداد لاستضافة كافة بطولات الفرسية الدولية من هنا كانت استضافة الوادي للبطولة الدولية لقفز الموانع ليؤكد معه على استعداده الدائم لاستضافة كافة البطولات والعمل على إنجاحه بكل ما يملكه من مقاومات تسهم في إنجاح هذه البطولات عبدالله بركات التلفزيون المصري